في هذه الحلقة سنتعرف على عشر معلومات أساسية في الديانة الإسلامية قوة الديانة الإسلامية تشير الدراسات إلى أن ما بين 1.5 و 1.8 مليار شخص في العالم يعرفون دينهم بالإسلام جنبا إلى جنب مع اليهودية والمسيحية فإنه يتتبع جذوره من خلال النبي إبراهيم والعودة إلى أول البشر آدم وحواء ويشكل العرب 15% من المسلمين فقط إذ أن أكثر خمس دول بها مسلمين في العالم ليست عربية سنتعرف عليهم بالترتيب في الفيديو القادم فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد يعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة بعد المسيحية ويتوقع أن تكون الديانة الأولى من حيث عدد المسلمين بعد أربعين سنة نظرا لأنها الديانة الأكبر نموا في العالم المسلمون لا يعبدون محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصلون من أجله يعبد المسلمون الله ففي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ويعترف الدين الإسلامي بالمسيح وموسى عليه السلام اعتراف تام حتى أنهم يعترفون بكل الديانات الأخرى وأن الإسلام جاء ليتمم الديانات السابقة أهم أركان الإيمان في الإسلام لكي تصبح مسلما يجب عليك الإعلان بإيمانك بالله الواحد وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فإن الشخص عندما يقرأ هذا البيان علانية وبالعربية وهو مؤمن به ينتسب تلقائيا إلى الديانة الإسلامية ويصبح مسؤولا عن خمسة أركان أساسية يجب الالتزام بها للسبات على إسلامه وهي الصلاة وعددها خمس مرات في اليوم الزكاة والفطرة الصيام خلال ساعات النهار في شهر رمضان الحج إلى مكة مرة واحدة على الأقل لمن استطاع إليه سبيل أي فقط لمن كان مقتدرا جسديا وماليا الكتب السماوية عند الإسلام يعتبر المسلمون أن الكتب السماوية هي التوراة الإنجيل الزبور والقرآن وهو كتاب الله عند المسلمين وسمي القرآن بهذا الإسم لأنه جمع الصور وضمها ويعتبر القرآن الدستور المنظمة لحياة الأمة المسلمة من شأنه أن يوجه الفرد المسلم نزل القرآن الكريم على مرحلتين حيث نزل في المرحلة الأولى جملة واحدة في ليلة القدر ثم نزل مفرقا بواسطة جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة والقرآن لا يجوز تحريفه حيث يمنع حتى تغيير الحركات والأحرف ولو كانت بنفس المعنى إلى جانب التقيود بالأركان الخمسة تعتبر الأخلاق الحسنة من الأركان الأساسية في الإسلام فالمسلم مخير بين الجنة في حال كانت أعماله في الدنيا صالحة وبين النار في حال لم يتبع الأخلاق الحسنة والديانة الإسلامية بأركانها الأساسية إذ أنه في يوم القيامة سيبعث كل إنسان وسيكون مسؤولا أمام الله عن كل كلمة وعمل وللدين الإسلامي محظورات عديدة على المسلم الابتعاد عنها وإلا عقب إما بالدنيا من خلال الابتلاء بالهموم أو بعد الموت وذلك بدخوله النار والمحظورات منها كبائر لا تختفر إلا بعد التوبة ونيل العقاب كالكفر والسرقة وعقوق الوالدين والزواج بالإكراه وتشويه الأعضاء التناسدية الإنثوية وحبس النساء في بيوتهن أما الصغائر فهي الزنوب التي يمكن إصلاحها ققط عصلة الأرحم للإسلام طوائف عديدة تنقسم إلى فرق أهمها الطائفة السنية والتي تتبع سنة الله ورسوله وتتفرع منها خمس فرق الشيعية وتتفرع منها خمس فرق أهمها العلوية والأزيدية الطائفة الإصلاحية والخوارج المنشقة والطوائف الغير معترف بها الأماكن المقدسة في الإسلام بالإضافة إلى الجوامع حيث يقيم المسلمين صلاتهم يوجد أماكن مقدسة في الإسلام أو الحرم الثلاث كما يسمونها وهم الحرم المكي مركز الأرض وهو أول مسجد في الأرض فيه الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين وفيه بئر زمزم ومقام إبراهيم الصلاة فيه تعادل مئة ألف صلاة ويذهب إليه المسلمون لأداء الحج في شهر زي الحجة والعمرة ويقبلون الحجر الأسود الحرم النبوي وسمي بالنبوي لأنه كان مجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبيته ومات فيه ودفن فيه تعادل الصلاة فيه بألف صلاة الحرم الأقصى وهو ثالث أعظم مسجد وثاني مسجد على الأرض فبينه وبين المسجد الحرام أول مسجد أربعين سنة وهو أولى القبلتين يقع في القدس فلسطين والقبة الرئيسة هي قبة الصخرة المرأة في الإسلام يمنح الإسلام حقوقا للمرأة سواء في المنزل أو في المجتمع من بينها الحق في كسب المال، التملك، التعليم، الميراث، المعاملة الكريمة، والتصويت، الحفاظ على اسمها بعد الزواج، العبادة في مسجد، وحق الطلاق كما يفرض الإسلام على الزوج مساعدة المرأة في الأعمال المنزلية ويقدر الإسلام مرض المرأة وتعبها إذ يمنع على المرأة الصلاة والصومة خلال فترة الحيد وذلك لأن المرأة في هذه الفترة تكون بأمس الحاجة إلى الغزاء والراحة ويفرض على المرأة الحجاب واللبس المحتشم عند بلوغها وتبقى مخيرة بارتداء النقاب علاقة العلم بالإسلام على مدار 1400 عام الماضية قدم المفكرون المسلمون مساهمات كبيرة برزت في العصور الوسطى وهي فترة العصر الزهبي للإسلام وقد أنتجت بعض النجوم البارزة مثل الخوارزني أحد أباء الجبر وابن سينا وساهمت هذه الإنجازات في النهضة الأوروبية حيث تم التعرف على هذا التأثير في لوحة جدارية رسمت على سقف مكتبة الكونغرس في واشنطن العاصمة الإعجاز في الدين الإسلامي أخبر القرآن عن أحداث ستكون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمثلة انتصار الرومي في أدنى الأرض بالإضافة إلى الأخبار عن العلوم الحديثة ومن ذلك قوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وقد اكتشف الباحثون أن مياه البحار لا تمتزج مع بعضها البعض ووجدوا أن مياه البحر الأبيض المتوسط لا تمتزج بمياه المحيط الأطلنطي عند جبل طارق بالإضافة إلى انفصال السموات والأرض وفقا لنظرية تدخم الأبدي كانت مادة واحدة نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة ونذكركم أن هدفنا الأساسي نشر المعلومات لثقافة بلا حدود لقد عملنا جاهداً لجمع هذه المعلومات وإصالها لكم بشكل مبسط وسريع فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتسجيل الأعجاب وترك تعليقاتكم وملاحظاتكم وشكراً لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر